فقط أقرأ هاتين المقطوعتين وأترك التفسير إليكم وأختم حديثي بعد ذلك في الإصحاح التاسع عشر ثم رأيت السماء مفتوحة وإذا حصان أبيض يسمى راكبه الأمين الصادق من هو هذا؟ هذا هو الإنجيل الرسمي الموجود في الكنائس هم يفسرونه بحسب ما يريدون ونحن نفسره بحسب ما نريد أيضا وعبر التاريخ المسيحي لا يملكون شخصا يوصف بهذه الأوصاف مع أن هذه الكتب حرفت وترجمت وغيرت التراجع ثم رأيت السماء مفتوحة وإذا حصان أبيض يسمى راكبه الأمين الصادق الذي يقضي ويحارب بالعدل عيناه كلهيب نار وعلى رأسه أكاليل كثيرة وقد كتب على جبهته اسم لا يعرفه أحد إلا هو وكان يرتدي ثوبا مغمسا بالدم أي ثوب هذا الذي يغمس بالدم إذا أذهب إلى مقطع آخر وإلى الإصحاح الثاني عشر أقرأ هذه الفقرات وأختم الحديث في الإصحاح الثاني عشر وظهرت في السماء آية عظيمة أمرأة لابسة الشمس والقمر تحت قدميها وعلى رأسها تاج من إثني عشر نجما من هي هذه هم يحيرون في تفسيرها لا يتفقون على تفسيرها أنا راجعت كتب التفسير كل ما كتب في تفسيرها مرة يقولون هي السيدة مريم ولا يوجد شبه في ما بين هذه الأوصاف والسيدة مريم فيذهبون يقولون هي الكنيسة الكنيسة بالمصطلح الديني ليست البنائية الكنيسة هي المنظومة العقائدية مثل ما نقول ولاية أهل البيت ولاية أهل البيت هي المنظومة العقائدية هم أولياء الله ومن خلالهم الكنيسة في العقيدة المسيحية ليست البنائية البنائية قالها كنيسة ولكن الكنيسة في العقيدة المسيحية هي المنظومة العقائدية على أي حال فلذلك يفسرونها هذه المرأة بأنها رمز للكنيسة وظهرت في السماء آية عظيمة امرأة لابسة الشمس والقمر تحت قدميها وعلى رأسها تاج من اثنى عشر نجما وكانت حبلة تصرخ من ألم الولادة وتتوجع وهي تلت المقطع طويل ثم يتحدث عن التنين الذي يريد أن يبتلع ولدها وتتوجع وهي تلت وظهرت في السماء آية أخرى تنين عظيم أحمر له سبعة رؤوس إلى أن يقول فسحب بذيله ثلث نجوم السماء وألقاها إلى الأرض ثم وقف التنين أمام المرأة وهي تلت ليبتلع طفلها بعد أن تلده وولدت المرأة ابن ذكرا وهو الذي سيحكم الأمم كلها بعصا من حديد عصا الحديد أليس هي عصا الحديد الإلهية التي نزلت من السماء والتي صورتها في ذي الفقار شكرا